اشتركوا في القناة وهو الذي إذا استقام وصالح استقام بقية البدن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام على وإن في الجسد مضغف إذا صلحت صلح الجسد كله إذا صلحت صلاحها بالإيمان واليقين وتقوى الله تعالى صلح الجسد بالأعمال الصالحة وإذا فسدت يعني فسد هذا القلب بالنفاق وما يعتليه من الأمراض فسد الجسد كله بارتكاب الذنوب والمعاصي واعلم أن صلاح القلب يكون بعمل من الإنسان وبتوفيق من الله أيضا فالإنسان متى علم الله تعالى منه حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير فإنه يوفقه ويسجده ومتى علم منه ضد ذلك فإنه لا يوفق الخير فزيغوا القلب وميله إنما يكون بسبب من الإنسان فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فعلينا أن نعتني بصلاح القلب واستقامته